موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اذا متابعينا الكرام سعد الله صباحكم وجميع وقاتكم بكل محبة وسلام تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات في هذا الصباح صباح يوم الاثنين الثامنة والعشرون من مارس لعام الفين واثنين وعشرون للميلاد في هذا اليوم الذي نشهد فيه تحديات وانطلاقات سن الكبار سن الابداع وسن الابهار سن الزمول وسن الحول ومن مسافة الثمانية كيلومتر اذا المتابعين الكرام على بركة الله وعلنت بداية وانطلاق الشوط الاسابع عشر لسن الزمول وجاهزة هذا الشوط جاهزة نقدية للفائزين في هذا الشوط بالمراكز المتقدمة التاني والتبركات لكل الفائزين في الاشواط الماضية وحظ نوفر لمن لم يحالف الحظ نذهب ونسير الى مقدمة هذا الشوط والى المركز الاول هذه اللؤلوة مع مقدمة هذا الشوط حمد بن غانم بن سلطان الاهديف الكواري مع المركز الاول ومع صدارة هذا الشوط مقدما لنا اللؤلوة مع اول الاسماء المتقدمة والمنطلقة مع صدارة هذا الشوط المركز الثاني عسيلة خليفة بن مراد بن عبد الرحمن بن علي البلوشي يحتل المركز الثاني مقدما لنا عسيلة مع المركز الثاني والمركز الثالث مسيرة لمكتوب سعيد بن منانا بن غدير الاكتبي مع ثالث المراكز والمركز الرابع اتابعي الوصول والقدوم في هذه اللحظات مع رابع المراكز من قبل شعار في هذه اللحظات القادم مع المركز الرابع شعار النيادي مع كحيلا حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي هو القادم مع المركز الرابع وخامسا المسك المبارك بن علي بن محمد بن مبارك العامري القادم مع خامس التحديات والانطلاقات مع وصول المسك مع المركز الخامس إذن متابعين الكرام نداؤنا الأول للمراكز المتقدمة أتممناه على مسامعكم ولكن لنا عودة لنا عودة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول إلى المقدمة والصدارة إلى اللؤلاء من تتقدم وتنطلق بالمركز الأول بشعار حمد بن غانب بن سلطان الهديف الكواري أول متقدم والمندفع مع أول الأسماء وأول الشعارات المنطلقة في هذا المسار وفي هذا الشوط بحثا عن الانتصار وعن الناموس وعن الفوز الكبير إذن متابعين الكرام المركز الثاني وتابع وصول وقدوم من قبل شعار البلوشي من يقدم عسيلة خليفة بن مراد بن عبد الرحمن بن علي البلوشي المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات حضور لسعود بن محمد بن خميس بن عويض المريخي هو القادم في هذه اللحظات مع المركز الثالث مع انطلاقة حضور من تتقدم بشعار المريخي ورابعا رابع الأسماء المتقدمة في هذا الشوط مسيرة مكتوم بن سعيد بن منانا بن غدير الاكتبي من يتقدم مع المركز الرابع والمركز الخامس القادم الغزيل بشعار جبر بن شمسان بن جبر النعيمي هو القادم مع المركز الخامس مع انطلاقة الغزيل من تحتل المركز الخامس وتتقدم بشعار جبر بن شمسان بن جبر الرمزاني النعيمي من يقدم لنا شعاره وانطلاقة الغزيل بالمركز الخامس اذا متابعين الكرام النداء الثاني في هذا الشوط اتمامناه على مسامعكم ولكن لنا عودة لنا عودة الى مقدمة الشوط يا السلام نعود الى المركز الاول والى شعار الهديفي من يتقدم وينطلق مع اللؤلوة هي المتقدمة هي المندفعة هي المنطلقة مع المركز الاول بشعار حمد بن سلطان بن غانم حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الاول ولكن شعار البلوشي بدأ بالتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة احسيلة 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 بدأت بالتقدم الملحوظ بشعار البلوشي خليفة بن مراد بن عبد الرحمن بن حلي البلوشي من يقدم لنا احسيلة في هذه اللحظات مع هذه الاطلاق وهذا الاندفاع من تقدمت وتسللت الى مقدمة الشوط المركز الثاني اللؤلاء بشعار الهديفي والمركز الثالث المركز الثالث وتابع الوصول وتابع القدوم من قبل هذا الشعار القادم من مركز إلى مركز لكي يتقدم إلى دائرة النداء الأمامية إذا متابعين الكرام متابع وتابع الوصول في هذه اللحظات والقدوم من قبل هذا الشعار هذه المسك المبارك بن علي بن محمد بن مبارك العامري من يقدم لنا المسك وكذلك الوصول من قبل لهايب هي القادمة لسعيد بن راشد بن عبدالله بن مبخود الزعبي أول قادم في هذه اللحظات ينظم لدائرة النداء يتقدم من مركز إلى مركز ليقدم لنا لهايب وكذلك الوصول كذلك القدوم من قبل سمحة لسند من محسن بن ربخيد بن حفيظ المزروعي من يقدم لنا سمحة من الجانب الأيمن حاملة لهذا الشعار تتقدم بشعار المزروعي والمركز الخامس القدوم القدوم في هذه اللحظات من قبل اقتصاد بشعار جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري من يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا اقتصاد ولكن لهايب 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 تقدمت لهايب وانطلقت إلى المركز الأول سعيد بن راشد بن عبدالله بن مبخود بن قرح من يتقدم بالمركز الأول الجنرال مندفع مع وليل أسماء متقدم مع صدارتي هذا الشعار مقدما لنا شعاره مقدما لنا لهايب مع صدارتي هذا الشعار ولكن القدوم والوصول من قبل شعار الخيارين القادم مع وصول غزوين راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين يتقدم لينظم لدائرة النداء الأمامية ليصل هذا الشعار ويتقدم مع مركز الوسافة مقدما لنا غزوين راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين المركز الثالث اقتصاد جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري والمركز الرابع رابع المراكز رابع الاسماء المتقدمة والمندفعة من اجل الفوز والاتصار وتابع الوصول وتابع القدوم من قبل هذا الشعار هذه اللي وصلت وتقدمت ناصية لنادر بن فلاح بن مسفلاء الرشيد العجمي هو القادم مع ناصية والمركز الخامس وصل شعار النيادي ليقدم لناك حيلة حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي يتقدم مع خامس المراكز مقدمة لناك حيلة مع خامس المراكز بشعار حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي نعود الى مقدمة الشوط نعود الى الصدارة والى المركز الاول لهايب مع مقدمتي هذا الشوط سعيد بن راشد بن عبدالله الزحبي يتقدم مع المركز الأول يتقدم مع صدارة هذا الشوط بدأت بالانفراد مبكرا لهايف مع الصدارة والقيادة السليمة القادمة في هذه اللحظات بشعار العجمي هذه ناصية لنادر بن فلاح بن مسفر الرشيد العجمي يتقدم مع المركز الثاني لتتقدم ناصية لنادر بن فلاح بن مسفر الرشيد العجمي المركز الثالث المركز الثالث غزوين لراشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين يحتل المركز الثالث يقدم لنا غزوين والمركز الرابع رابع المراكز القدوم والوصول من قبل اقتصاد لجابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري القادمة في هذه اللحظات مع المركز الرابع المركز الخامس هذه اللي وصلت حضور للسعود بن محمد بن خميس بن عويضة الامريخي قادم مع المركز الخامس اذا متابعين الكرام نعود الى مقدمة الشهود نعود الى صدارتي هذا الشهود الى من تتقدم وتندفع مع المركز الاول لهايب مع صدارتي هذا الشهود لسعيد بن راشد بن عبدالله بن مبخوت يقدم لنا لهايب والشعار لهايب مع مقدمة هذا الشهود وصدارتي هذا الشهود تتقدم وتنطلق بالمركز الاول بشعار الزعبي من يتقدم وينطلق بالمركز الاول شعار الخيارين قادم مع اقتصاد جابر بن راشد بن محمد الخيارين هو القادم مع المركز الثالث والمركز الثالث شعار البلوشي مع سيلة خليفة بن مراد بن عبدالرحمن بن علي البلوشي يتقدم مع المركز الثالث رابع المراكز شعار الرمزاني يتقدم جبر بن شبسان بن جبر الرمزاني النعيمي مع نغزيل والمركز الخامس اتابع القدوم من قبل غزوين لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين هو المتقدم مع خامس المراكز مع اندفاعتي غزوين ولكن نعود نعود الى مقدمة الشوط نعود الى الصدارة الى لهايب لهايب مع مقدمة هذا الشوط تنطلق وتندفع وتنفرد بالمركز الاول تنطلق بهذا الشعار المتميز شعار الجنرال من يتقدم معه لهايب سعيد بن راشد بن عبدالله الزعبي هو المتقدم والمنطلق مع المركز الاول يا سلام يا سلام لهايب مع المركز الاول كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن النهاية ما تبقى عن النموس والانتصار ما تبقى عن الفوز الثمين وهذه لهايب سعيد بن راشد بن عبدالله بن مبخوت هو المتقدم بهذا الشعار بهذا الاداء المتميز بهذا الانطلاق الرائع مع مقدمة هذا الشوط شعار الامريخي قادم بكل قوة مع انطلاقة حضور السعود بن محمد بن خميس بن عويضة الامريخي والمركز الثالث شعار الخيارين مع غزوين شعار العجمي قادم مع المركز الرابع مع وصول ناسيا لنادر بن فلاح الرشيد العجمي هو المتقدم مع انطلاقة ناسيا وكذلك اقتصاد جابر بن راشد بن محمد الخيارين ولكن نعود الى لهايب يا سلام الكيلو متر الاخير الكيلو الخطير والمثير الله 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 لهايب مع المركز الاول سعيد بن راشد بن عبدالله بن مبخوت يتقدم ينطلق مع المركز الاول ينفرد مع صدارتي هذا الشوط بهذه العروض الممتازة مع الحزام الاخضر ولكن القدوم من حضور يا سلام حضرت حضور حضر شعار الامريخي مع انطلاقتي حضور سعود بن محمد بن خميس بن عويضة الامريخي واقتصاد مع المركز الثالث جابر بن راشد بن محمد الخيارين والقادمة في هذه اللحظات هذه سمحة لسند ومحسب ربخيت المزروحي ولكن ولكن لهايب لهايب والامتار الأخيرة المعركة النهاية الامتار الامتار الحاسمة لهايب حضور حضور حضرت حضور ولكن لهايب لهايب آخر الامتار آخر الامتار المعركة النهاية لمن الناموسي والانتصار لهايب وشعار الزعبي هو المتقدم مع آخر الامتار مع انطلاقتي لهايب سعيد بن راشد بن عبدالله الزعبي ينطلق مع المركز الأول حضور بشعار الامريخي اقتصاد اقتصاد الله 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 آخر الامتار سعيد بن راشد بن عبدالله الزعبي مع لهايف مع الامتار النهائية مع اللحظات الحاسمة لمن الناموس لمن الانتصار الله 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 إذن متابعين الكرام كان الوصول وكان الناموس وكان الانتصار حليفا حليفا لشعار الخيارين من قدم لنا اقتصاد مع آخر الامتار عند خط النزاع انتزعت ناموسي هذا الشوط اقتصاد لجابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري انقضى على الناموس مع آخر الامتار تهانيني الهاجري على هذا الفوز وعلى هذا الاتسار المميز مع آخر الامتار المركز الثاني من نصيب حضور سعود بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي إذن متابعين الكلام توقيت صاحبة المركز الأول في هذا الشوط توقيت اقتصاد 13 دقيقة 25 دانية 50 جزء من الثانية المركز الثاني من نصيب حضور لسعود بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي 13 دقيقة 25 ثانية 52 جزء من الثانية المركز الثالث من نصيب إلى هايب سعيد بن راشد بن عبدالله بن مرخوت بن قرح وتوقيت الزمني 13 دقيقة و25 ثانية 64 جزء من الثانية المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع كان الوصول والقدوم من عسيلة لخليفة بن مراد بن عبدالرحمن البلوشي والمركز الخامس من نصيب كحيلة لحميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي من قدمنا